أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتقسم مع مصر تاريخا مشتركا يزيد عن ألف عام معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى لائق أضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية أن بلاده ترى أن الإرادة موجودة لدى الجانب المصري للارتقاء بالتعاون مع تركيا مشيرا إلى أنه تم رفع مستوى التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى قد رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وقد عربت بأنني أنتظر فخامة الرئيس في زيارته إلى أنقرة من أجل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وأعتقد أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية واليوم في مشاوراتنا تحدثنا عن ووضعنا هدفا بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت كما أننا عزمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا كما تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي